فنبدأ محرك وكده بداية أما بيجي دكتور أحمد أما بيجي المريض لحضرتك وهو بيشتكي ويقول أنا عندي مشكلة وحاسس أنه عندي مشكلة في القلب وهو ما عندهش المشكلة فحالك بتتعامل معه ازاي؟ الموقف ده بنتشوفه بشكل متكرر فيه بيحصل في الكبار وبيحصل كمان في الأطفال الأطفال بيبقى الأهل قلقانين جدا بمجرد ما أي دكتور سمع صوت مش طبيعي على القلب أو بيسموه لغط أو عمل إيكو ولقى فيه ثقب في القلب ملي ولا اتنين ملي مش عامل أي تأثير على القلب ومش مؤثر على نشاط الطفل بيبقى مرعوب وجاي لنا العيادة بتاع جراحة القلب على أساس أنه هو محتاج جراحة قلب مفتوحة برضو السماع من الناس أحيانا بيخال المريض يتخيل أن أي صوت بله حل جراحة يعني ده ممكن يكون من البيئة المحيطة ومن بيسمعوا كلام بيخوفهم جامد فلما المريض بيجي لك بص عليه طفل مش محتاج جراحة الأهل مش بيصدقوا أنا فاكر مرة طفل جالي مصدقش بعدتوا الاستشاري قلب مصدقش بعدتوا الجامعة صدق راح عمل إيكو تاني عند حد مختلف عن الناس دي قالوا لأ ده فيه صغب ولسه الصغب مقفلش رجع مرعوب عاد اللفة دي كلها تاني وهو مش محتاج حكي طيب